صدر عن صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قراران رقم 47 و 48 لسنة 2016 جاء في القرار الأول رقم 47 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 44 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي ما يلي المادة الأولى تستبدل عبارة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بعبارة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وعبارة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بعبارة مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية أينما وردت في القرار رقم 44 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي المادة الثانية يستبدل بالجهات الممثلة في عضوية اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم 44 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي الجهات الأتية ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من شؤون الجمارك وآخر عن خفر السواحل اثنان وزارة التربية والتعليم ثلاثة ممثلين اثنين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحدهما عن شؤون البلديات وآخر عن الثروة البحرية أربعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خمسة وزارة شؤون الإعلام ستة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سبعة هيئة البحرين للثقافة والأثار ثمانية جامعة البحرين تسعة غرفة تجارة وصناعة البحرين المادة الثالثة على رئيس المجلس الأعلى للبيئة والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما نص القرار الثاني رقم 48 لسنة 2016 بشأن استبدال وتجديد تعيين وتعين أعضاء في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على ما يلي المادة الأولى يستبدل الدكتور بسام محمد الحمد بالدكتور خالد أحمد بقحوس كعضو عن الجامعات الحكومية في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وتكون مدة عضويته في اللجنة لنهاية مدة سلفه المادة الثانية تجدد عضوية الدكتور الدكتورة لول وراشد المطلق في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب كعضو عن المعاهد الخاصة وتكون مدة عضويتها في اللجنة أربع سنوات المادة الثالثة يعين في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب كل من الدكتور مازن محمد جمعة عضوا عن الجامعات الخاصة الأستاذ ياسر عبد الرحيم العباسي عضوا عن القطاع الخاص وتكون مضة عضويتهما في اللجنة أربع سنوات